موسيقى خروج الإصحاح الثالث ورح نقرأ وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان فصاق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب وظهر له ملاك الرب لهيب نار من وسط عليقة فنظر وإذا عليقة تتوقّد بالنار والعليقة لم تحترق قال موسى أميل الأهل لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة فلما رأى الرب أنه مالا لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى فقال ها نذا فقال لا تقترب إلى هنا واخلح حذائك من رجليك لأن المودع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فغطى موسى وجهه لأنه خافة أن ينظر إلى الله لنصلي أيها الآب المبارك نحن نشكرك لأنك أعطيتنا كلمتك التي تبني نفوسنا وتعرفنا إلى كل ما هو حق أيها الرب المبارك أصلي أنك تأثر أفكارنا وتأثر قلوبنا وتعطينا نعبدك ونسجد لإلك بالروح والحق لأن الساجدون الحقيون أولئك الذين يسجدون بالروح والحق وأنت طالب مثل أولئك مبارك أنت يا رب علمنا من كلامك كلامك هو حق أمين أمين لحظة عم نقرأ كيف موسى ذهب إلى جبل حريب لكي يرعى غنمه كان يرعى غنم حماية ثرون وهو في الجبل هناك رأى منظر عجيب أن العليقة تحترق أو خلينا سمع العليقة كانت مضيئة بنار فيها لهيب نار ولكن لم تحترق هذا أدق وعندما اقترب لينظر إلى هذا المنظر العظيم سمع صوت الله نادى بقول من وسط العليقة وقال موسى موسى فقال ها أنا ذا موسى موسى فقال ها أنا ذا قال له رب لا تقترب واخلح حذاءك من رجلك لأن المودع الذي أنت وقف عليه أرض مقدسة بدأت تخيله هذا المنظر العجيب موسى ينظر إلى شجيرة عليقة متقدي بالنار ولكنها لا تحترق يعني مش عام لما الإشي بيحترق بيخلص أو بيدوب كانت بس مولعة ومولعة ومشتعلة ومتقدي ولكنها لم تحترق ورب يقول له المكان التي أنت عليه أرض مقدسة شو اللي جعل هذا الجبل أرض مقدسة وجود الله وجود الله على هذا الجبل جعل الجبل أرض مقدسة قال له اخلعنا عليك ولا تقترب إلى هنا لأن المكان الذي أنت فيه لأن هذا المكان هو أرض المكان الذي أنت واقف عليه وأرض مقدسة وجود الله في أي مكان يجعله مقدس أنا بشكر الراب أنه إلهنا ما بيسكن في حجارة مصنوعة أياد الناس لك الكتاب بقول عنه الله بيسكن فينا أكون فيكم وبقول كورينتوس أنكم أنتم هيكل الروح القدس لما الله بيسكن في هيكله نحن منصير مقدسين مش الحجارة مقدسة مش عمرات مقدسة بالعهد القديم موجود الله على الجبل قال له هذا جبل مقدس يعني جبل مخصص جبل مكرس ولكن في العهد الجديد الروح القدس يسكن فينا ويجعلنا مقدسين اللي بديات كنت انتبهله لما الله صرخ أو نادى على موسى 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 شوف كيف كان جواب موسى قال هانا عندما الله يتكلم نحن نتجاوب مع كلمة الله وعشان يقول له الكتاب الله في الآية ستة يقول له موسى انا اله ابيك اله ابوي مين ابوي ابوي ابراهيم ابوي اسحاق ابوي يعقوب ولا واحد من هدول الحقيقة هنه ابو موسى ولكن الله عم بحاول يورجي موسى اني انا لإلك زكيف لما اجى الملاك وبشر المباركة مريم العدراء الى تحبلين وتلدينا ابنا ويدعى اسمه ايه يسوع لانه يخل الشعب من خطوه وهذا ايه وهكي يدعى اسمه عيمان وإيل ايه اللهم معنا الله لإلنا اللهم معنا والله عم بحاول يورجي موسى انا مش اي قوة عليا انا مش اي اله انا الهك انا يعني زكيف اليوم من جماعتك انا الى اليك انا خاصتك هذا الهنا اللي بربط نفسه مع الناس بقول انا الرب معك الها قديرا ابا ابديا هذا ابونا هو وهذا بقول عنه الكتاب لما قاله لموسى انا الى ابيك الى ابراهيم الى شحاق الى يعقوب بقول الكتاب غطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله متخيلين المنظر الله خالق الدنيا خالق الكون تارك كل شيء ومشغول في راعي معزة مين موسى كان يرعى غنم بشوفوا لما موسى رأى مجد الرب او خلينا نرأى هذا الاعلان كيف العليقة والصوت يتكلم الى غطى وجهه مش قادر انه ما بدي انظر لالله لانه خاف بالكتاب المقرس بقول ليس احد ينظر الله ويحيا ولكن شوفوا المنظر هالراعي المعزة البسيط يقف امام مجد وعظمة الخالق اللي خلق كل واحد فينا اللي خلق الكون اللي خلق الكواكب خلق النجوم اللي بدعوها باسماء اللي خلق الطبيعة اللي خلق البحر اللي حط البحر حدود اللي علق الكواكب في السماء ما بتتحرك هذا الاله العظيم عم بيتكلم الى راعي معزة صغير جدا خايف هارب بيرعى غنم حما حتى ما عنده اشي هو هدول غنمات مش لإله هذا الهي هذا الهك ولكن موسى بلف وجه انا اليوم رح نتعلم عن مجد الله كيف نحن نقف امام مجد الله شوف لما موسى شاف مجد الله خب وجه قال ما بدي انظر لاني خايف انظر الى سفر الخروج ولكن الصح 33 كمان من نفس السفر صلى موسى صلى جدا جدا رائعة انا تعلم اليوم مع بعض سفر الخروج صح نفسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا فبماذا او فانو بماذا يعلم اني وجدت نعمة في عينيك وانا وشعبك كيف الناس لا تعرف انو انا لقيت نعمي في عينيك اليس بمسيرك معنا فنمتاز انا وشعبك عن جميع شعوب الذين على وجه الارض كيف ان احنا منبين مختلفين عن كل شعوب الارض تعرفوا كيف انو الله معنا بس بهذا الناس بتعرف انو الله معنا بمسيرته معنا وعمرات نحكي ان احنا نروح الله معك ترش معنا الكلمة ماء وها الله معاي تعرف اذا الله مشي معك ما تخاف من حدا تعرف اذا الله مشي معك مستحيل تسقط اذا الله مشي معك مستحيل تفشل اذا الله مشي معك ما تخاف من اي شر ولا اي مكروه روح الله معك وما تخاف ولكن موسى بقول له يا رب اذا بدكش تمشي معي خليني وين انا ليش امشي لحالي وبتيال ربي وجاوبه قال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله يعني رح أمشي معك وجه يسير بقول له محل تاني في في آية 14 فأريحك لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك شايف كيف إساء الله بورج بورج موسى أنا مش مجرد إني إلهك إلى أبيك إلى إبراهيم إلى أصحاغ أنا كمان بعرفك باسمك يعني أنا علاقة الله تتحول من مجرد الخالق إلى هذا الإله الشخصي لأ إلك بعرفك يا ميرفت باسمك بعرفك يا مارون باسمك بعرفنا باسمينا بعرفنا باسمينا شوف الآية اللي بعدها كيف موسى بيصلي قال له قال أرني مجدك يا رب تعرفني باسمي أنا مبسوط أنت إلهي أنا مكين بس بدي أشوف إشي واحد شاهوة قلبي أشوف شيء شو بدك تشوف يا موسى قال له بدي أشوف مجدك يا رب بدي أشوف مجدك يريت هاي الكلمات تصير صلواتنا يا رب خليني أشوف مجدك خليني أشوف مجدك شوف شوف الرب فقال أجيز كل جودي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش وقال الرب هو ذي عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى أجتاز مجدي أني أضعك في نقره في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا فلا يرى فلا يرى تخيلين المنظر هذا الله أقول لهم ما بتقدر تشوف وجه أريني وجهك أنا راح أخليك تشوف شيء بس راح أحطك فيه كنقر الصخرة وبإيدي تنسوش أنه الله مش بنادة ما عادت هذه يد الله وعين الله ووجه الله وظهر الله هذه أشياء تشبيه حتى نقدر نفهم الله روح الكتابول الله لم يره أحدهم قط الإبن الذي هو في حدن الله في حدن الآب خبر فما بل يتخيله الله زلمي يعني أنه حاطت إيده ماشي لا ولكن هذا عشان نقدر نفهم قال له أنا بضعك في نقر الصخرة وأنا بمشي في بهائي وفي مجدي وفي جودي ولكن من بعد ما أمره أنا بقيم إيدي حتى تتطلع من وراء تشوف يعني ما بقدر حدا يشوف مجدي ويعرى وجهي ويبقى حيا ولكن شوف موسى كيف صل عايش مدور هالبن آدم ما بده أعطيني مصاري أعطيني فلوس أعطيني مباني جوزني أبصر شو أنا بدي شيء واحد بدي مجدك هل هي صلواتنا اليوم نحنا كمان نصلي يا رب بدي مجدك زي ما رنمنا هيا ترنيني قبل شوي أنا بطلب مجدك وريني مجدك بدي أشوف مجدك يا رب روح أنت على البيت روح أنت ومرتك روح أنت أولادك يا رب بدنا نشوف مجدك بدنا نشوف مجدك مش بدنا نشوف واحد يظهر لنا أبصر شو مش هذا العم ندور عليه نحنا بدنا نشوف مجد الله الحقيقي مش بدنا نشوف عجيب صغيري نحنا بدنا نشوف مجد الله أمين ورجي لي يا رب وجهك هذا شهوة قلبي هذا العم بدور عليه أنا كل يوم بدي أشوف مجد الرب يسوع في حياتي مجد الله في حياتي أمين المشكلتنا نحنا البشر أنه تركنا هذا المجد العظيم وصرنا ندور على مجد فاضي شوفوا شوفوا روميا شو بقول روميا للصاح الأول تعالوا نقرأه مع بعض روميا واحد تعالوا نشوف روميا واحد وتعالوا نقرأ الآية واحد وعشرين لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هن يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء اسمعي الآية آية 13 وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات تركوا مجد الله وراحوا أعملوا لإلهم أصنام هذا الإله أبصر إيش وهديك الإله مش عارف شو اسمه وهذا زيوس وهذا رخفص وهذا بلوت أسود صاروا يخترعوا هيئات حيوانات بعال زبول صاروا بالعال كان نصه طور ونصه بنادم صاروا يجيبوا هيئات زحفات هيئات طيور هيئات دواب ويعبدوها ليه؟ لأنهم تركوا مجد الله لما نحنا منخسر الشيء الحقيقي منصير ندور على الإشي المقلد المزيف أعطيك مثال مرة كنت وأنا ولد صغير لليوم مش قادر أنساها واحد معا دهب أنتوا معاي خياتي خليكم معاي واحد معا دهب بالسينما كنت ولد صغير عم بحضر فيلم وفات يصرخ مش فيه كفرصة بين الفيلم من زمان كان يحطه فيه كأيوة فرصة من أن نسميها بالعربي ففات يصرخ دهب أمريكاني دهب أمريكاني شو لدهب أمريكاني شو كان معا سنسيل وميداليات وأشياء بس كلها من تنك بس ما طليه لون زي الدهب بدا مسميه دهب أمريكاني إذا تطلع عليه هذا الدهب الأمريكاني أو التنك أو إنحاس كيف بدك سميه ما نظره بالمع بالضبط زي الدهب وخاصة لما تحطه هيكا بيوجه بالشمس وبتنطن وبيخلي الناس هيكا تنفعل ولكن بالحقيقة هذا مش دهب هذا التنك ما طلب مي الدهب يمكن 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 حتى ببويا تلمع زي الدهب هذا الدهب الأمريكاني هذا الصابل بندمين أخذوا مجد الله لهو الدهب الحقيقي بدلوه بدهب فاضي دهب أمريكاني أو دهب عربي أو حكي فالسو جبنا التمثيل هو يسوع بيحملوا لي هالتمتال أو بركضوا فيه وكأنه يسوع هو التمتال ولا بصيروا يعبدوا طيور ولا دواب ولا زحفات هذا اللي صار خسرنا المجد الحقيقي صرنا بدنا نبين إنه ما صارش إشي ما صارش إشي صارش إشي كله تمام وإنه راح الدهب مش مشكلة منجيبي شي بيشبه الدهب ومنقول هذا دهبي هذا أملاكي بس بالآخر لما أنك تروح تبيع بتعرف إنه فيش إله إيمي لأنه هذا مش الدهب حقيقي الدهب إله ثمن مجد الله ما بنقدر نزيفه في ناس هاللويا أشكرك يا رب لأنك أنت أنت موجود أشكرك يا رب بس الحقيقة الله مش موجود ليه؟ لأنها بتصير عبادة نافلة بتصير عبادة ساقطة منمثل الإيمان منمثل تقوس منمثل العبادة وكانه كل شيء بعده موجود بس الدهب الحقيقية مش موجود ومجد الله الحقيقي الناس بدلته بالذي يفنى صورة الإنسان صورة الطيور صورة الدواب والزحفات هذا اللي صار معنا ليه؟ ليه صار هيك؟ شوفوا بنفس الرسالة رمية بصحة الثالث طلعوا نفس الرسالة بصحة الثالث وشوفها الآية آية 23 بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله شايف لما منخطئ شو بيصير؟ نصير محتاجين لمجد الله لأنه منخسر مجد الله بالخطيئة أنت معي؟ نخسر مجد الله بالخطيئة أمرها تقول لي أخي يوسف أنا بصلي بصلي مش قادر مش قادر أتمتع بصلاتي مش قادر أتمتع في علاقتي مع الرب مش قادر أشعر مجد الله بحياتي السؤال هل نحن عم معنى دهب أمريكاني ولا معنى دهب حقيقي هل نحن عم نخفي خسارتنا لمجد الله والخطيئة بتخلينا نخسر مجد الله أي بعدو علم زي أي بعدو عن الأشياء المصطنعة خلينا نطالب مجد الله الحقيقي مجد الله الحقيقي قول أمين مجد الله الحقيقي الحقيقي في كورنتس الثاني والإصحاح الثلاث تعالوا نشوف ما بعد كورنتس اتنين إصحاح ثلاث ونقرأ هناك أكم من أي تعالوا نقرأ شوي عن موسى أي وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل بل أغرضت أذهانهم لأنه حتى اليوم ذلك اللي برقع نفسه عند قراءة العهد العطيق باقم غير منكشف الذي يبطل في المسيح شو يعني شو هم نقرأ بقول موسى لما كان يطلع على الجبل كان وجه يشاع من النور فموسى لما كان ينزل عند الشعب كان يغطي وجه ببرقع يعني ب يشارب شو بتمونته أشارب غطاء وشاح عشان كان وجه مشاع لموسى بتعرف كان يقعد مع الرب هذا اللي قال له للرب أرني مجدك لما كان بمحضر الرب مجد الرب صار يشاع من خلال وجه تعرف إذا بتروح اليوم على البحر بتقعد لك سعتين ويش اليوم بكرة اليوم شيتها بس بكرة تقعد لك سعتين واناك عشدت البحر ترى شو بيصيبك بصير جلدك أحمر كيف منروح نحنا بالصيف منقعد بالشمس لأنه نور الشمس ببدأ يصطع ويؤثر على جلدنا لحد ديت حتى جلدنا بيصير حامي 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 بتأثر من هذا الشعاع من هذا النور موسى كان قاعد في محضر الإله وهذا الشعاع الحقيقي هذا النور الحقيقي الذي يقول عنه الكتاب الذي ينير كل الإنسان شاع في موسى وأصبح وجه موسى مشاع عشاني كان وضع برقع لكي لا ينظر بنيه إسرائيل النهاية الزائل هذا مع إنه مجد ولكن هذا مجد راح يزول ليه لأنه موسى راح يموت ولكن مجد الله إلى الأبد موسى رجل الله عظيم موسى قديس عظيم ولكنه بيموت وهذا المجد راح يزول أما الله فحي إلى أبد الأبدين أمين هو مصدر الحياة للأسف شو بقول في الآية مثلا الآية 16 لكن عندما يرجع إلى الرب يرفع أو يرفع البرقع يعني لما كانوا قدام بني إسرائيل كانوا يغطي حاله فالبرقع ولكن لما كان يرجع عند الرب كان يرفع البرقع وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك هناك حرية الرب هو الروح ونحن ونحن إسمعي الآية جميع الناظرين مجد الرب أريني مجدك ونحن جميع الناظرين مجد الرب مش مع برقع مش مع ستار مش دهب أمريكاني نحن عم ننظر إلى مجد الرب الحقيقي بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح إذن أنا بنظر إلى مجد الرب لأن الرب أعطاني هاي النعمي زي ما صلى موسى أريني وجهك أريني مجدك نحن مؤمنين في المسيح الله أعطانا الامتياز أن نرى مجد الرب بوجه مكشوف بوجه مكشوف بس عشان تشوف مجد الرب طالب اسأل مجد الرب اسعى وراء مجد الرب صلي وصلي وقل له أريني مجدك وعندما نبدأ نشوف هذا المجد مش بس وجهنا رح يلمع زي موسى كل حياتنا رح تصير من مجد إلى مجد من بركة لبركة من تقدم إلى تقدم من نجاح إلى نجاح هذا معناه من مجد إلى مجد يعني كل يوم رح يصير حياتنا تتغير لمجد أفضل وأفضل 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 مبارك اسمه إلى الأبد آمين آمين شو بيجينا كولوسي بقولنا الإصحاح الثالث تعال نقرأ هاي هاي الأيتين بعدلنا نقرأهم مع بعض كولوسي والإصحاح الثالث تعال نقرأهم مع بعض ورح نقرأ هناك آي الأولى إن كنتم قد قمتم مع المسيح إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق عارشو لازم نبدأ نطلب ما فوق لما نبدأ نطلب ما فوق رح نحصل علي ما فوق قولي لإني أنا شايف ما فوق تبعا يا أختي خلينا نطلب ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الأرض اهتم بما فوق تعال يا رب تعال نبدأ نصلي يا رب أنا بدي أكون زي موسى اللي طلب يشوف مجدك أنا بدي أكون زي ما مكتوب هون يا رب اهتم بما فوق أمين آخر آي موجود بيهو ذا رح معي يهو ذا وإذا كنت كنت تعبان شد حالك لإني أنا خلصنا يهو ذا صح فيش غيره ولكن رح نقرأ الآية 24 شوف الآية والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلعب في الابتهاج دعوني شو عنها القادر أن يحفظكم غير عاثرين يعني شو بيدمن لي أني أنا أدلني في طريق الإيمان هو هو رح يحفظني أني ما أعثر أني ما أقع أني ما أسقط دائما الشطان رح حاول الجسد رح يحاول ولكن أنا بتكل على هاي الكلمة اللي بتقول هو قادر أن يحفظكم غير عاثرين بعدين مش بس مش رح نعثر ولكن رح كمان يوقفنا أمام مجده واو موسى ما قدرش يشوف هالمجد هذا ولكن أنتو عنكم شيء يختلف عن موسى عندنا المسيح اللي قربنا لله اللي شق بيموته حجاب الهيكل هذا حجاب الهيكل اللي كان يحجب بين الله وبين الإنسان على الصليب هذا الحجاب شقة من فوق لتحت وصار إلنا الثقة في دخول إلى قدس الأقداس عينا صار إلي الحق وإلك الحق وإلك الحق تفوت إلى قدس الأقداس وتوقف أمام الرب وتنظر مجده بلعيب وبعدين يعني مش راح نفوت هيك نعمل مستحين من الله تقريب كيف لما لما تكون عاملة في ضيحة أو بتمرق مثلا واحد بتعرفك ولا واحد بيعرفك بدكش تشوفك تعمل هيك لا مش راح نوقف قدام الرب هيك مش راح نكون خجلنين مش راح نكون متخبين راح نوقف أمامه بلعب في الابتهاج يعني مبتهجين يعني زي ما بقول بسفر الرؤية الروح الروح والعروس قلان ايه امين تعالى ايها الرب المبارك هاي عروس المسيح كنيسته الحقيقية هي راح توقف وتقول يا رب تعال يا رب تعال مش نغمد عينينا مش نغمد عينينا ونتخبه تحت الكراسي لا راح نرفع رأسنا بلعب ونقول تعال همين همين مبارك اسم الرب خلينا نحن رؤوسنا ونصلي مبارك اسم الرب